اهلا بحضراتكم في تغطية اجبارية جديدة من تلفزيون اليوم السابع هنتبع فيها مع حضراتكم تفاصيل حالة التقص واهم الظواهر الجوية اللي اهتشهدها مصر خلال الساعات القليلة المقبلة بتتوقع هيئة الاصال الجوية ان يشهد غدا الخميس استمرار ارتفاع رتوبة نسبية على مدار اليوم يزيد من الاحساس بارتفاع درجات الحرارة بالقيم تتراوح من 2 ل 4 درجات بيكون الاحساس بالتقص شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب الصعيد حرار رطب على السواحل الشمالية معتدل الحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية مائل الحرارة رطب على باقي الانحاء كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ووضحت هيئة الاصال الجوية ان غدا سيشهد نشاط الرياح احيانا على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا كما يشهد الخميس شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المودية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد أما بالنسبة لدرجات الحرارة المطاقع الخميس القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 25 درجة الأسكندرية العظمى 31 والصغرى 24 درجة ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 24 درجة وصهاج العظمى 38 درجة والصغرى 27 درجة وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 28 درجة وأصوان العظمى 42 درجة والصغرى 29 درجة وكشفت الهيئة العامة لأرصاد الجوية عن حالة التقص المتوقعة من اليوم حتى الاثنين المقبل حيث تشهد البلاد استمرار ارتفاع نسب الرطوبة على مدار اليوم مما يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة يصود تقص شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجهة البحري وجنوب سيناء وجنوب الصعيد الرطب على السواحل الشمالية معتدر رطب ليلا على السواحل الشمالية حار رطب على باقي الأنحاء أما عن متوسط نسب الرطوبة المتوقعة حتى الاثنين فجاءت كما يلي القاهرة الكبرى العظمى من 80 ل85 والصغرى من 30 ل40 الوجهة البحري العظمى من 80 ل85 والصغرى من 30 ل40 السواحل الشمالية العظمى من 90 ل95 والصغرى من 60 عفواً ل65 وجنوب سيناء العظمى 55 إلى 60 والصغرى 30 35 أما بالنسبة لشمال الصعيد العظمى 45 إلى 50 والصغرى من 20 إلى 25 درجة أما جنوب الصعيد فتكون درجات الرطوبة أو نسبة الرطوبة العظمى 30 إلى 35 والصغرى من 10 إلى 15 درجة كما وضحت هيئة الأرصاد أهم الظواهر الجوية التي ستشهد مصر حتى الاسنين المقبل والتي جاءت كالآتي أولاً شبورة مائية خفيفة صباحاً على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات الخضراء المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ارتفاع في نسب الرطوبة نظراً لامتداد منخفض الهند الموسمي على معظم الألحاء إلى جانب ارتفاع نسب الرطوبة نهاراً مما يزيد من الإحساس بحرارة التقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من 2 إلى 4 درجات مئوية ونصح تهاية الهية العامة للأرصاد الجوية المواطنين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس لأن ذلك سيؤدي إلى الشعور بارتفاع درجات القرارة عن المعتاد إلى جانب وجود نشاط للرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية وأيضاً جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية تغطيتنا ونشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء في تغطيات جديدة من تلفزيون اليوم السابع